مبررات التصفية الجسادية خلال الثورة الجزائرية في المنطقة الأولى الأوراس السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات مبررات التصفيات الجسادية تعددت العراء والروايات التاريخية التي تفسر تعزم الأوضاع في المنطقة الأولى بعد غياب مصطفى بن بلعيد يراها البعض أنها لدات المناسبة لتحقيق الطموحات الشخصية والجماعية للظفر بمناصب قيادية في ظل طغيان المصلحة الشخصية وحب السلطة يستدلون على ذلك برغبة كل من عاجل عجول وعباس لغرور من جهة وجهود عمر بن بلعيد شقيق مصطفى لتنصيب نفسه خليفا لشقيقه من جهة أخرى وفي الجانب الآخر أرادت الممشى أنه ملاحق بالقيادة فأصبح هناك فريقان يتصرعان الأول تمثله القيادة النيابية في الأوراس والثاني يمثله تل من لزهر شريط والوردق الثالث ممثلين عن الممشى وبالمطابل تتهم أطراف أن تخلص شيحاني باشير من مناظلين تونسيين من أنصار صالح بن يوسف كان توجسا على مركزه القيادة من ضيفيه اللذان يتمتعان بمستوى عالي ومتمرسان في اللغتين العربية والفرنسية في الورد نفسه تشير دراسات أخرى أن الأزمة المبطرة في الأوراس تعزى إلى التنافس الشديد بين الزعامات القبالية والجهوية فالعصبية التي سعى بن بلعيد لتجاوزها ظلت ملازمة لبعض القادة المحليين لأن الظهور في نظرهم لا يتحقق إلا في ظل العشيرة لذا بمجرد غاب قائدهم عودت النعارات القبالية الظهور من جديد وما زاد من قوتها نشاط الفرق الإدارية المتخصصة التي عملت على تنميتها لإحداث الشطار في صفوف المجاهدين فعلى الرغم من حنت الشيحان بشير وتكوينه السياسي والأستري إلى أن الأوراسيين نافضوا الإنضيواء تحت سلطته لأنه لا ينتمي إلى المنطقة وهو ما جعل عاجل عجول يقوم بتحركات واسية عدة في النهاية إلى تصفيته من طرف رفقائه وتبع ذلك عجز عباس الغرور عن بس سلطته على ناحية تبسة لأن خصومه من جيش المامشى يرون فيه عماريا طبيلة العمامرة فحاصروه وحاولوا تصفيته ويضاف إلى ما تقدم أسباب قديمة غذة دافع الانتقام ويقصد بذلك قتل الشيحان لفاصيلة مسعود معاش ومعمر لمعافي من جماعة خنشلة التي ينتمي إليها الغرور والتي تمردت عليه بعد أس بن بوليد كان من بين أسباب الخلافة القايم في الأوراس مساعدة المناطق بالسلاح إذ لم يكن هناك إجماع حول دعم المنطقة الأولى للثانية أي الشمال القسنطيني وبعد استشهاد الفاصيلة التي حملت الأسلحة لرفقاء زيغود يوسف في تأمين للاستعمال الفرنسي اتهم عباس لغرور الشيحان باشير بالجهوية وأنه يعمل على إضعاف المنطقة الأولى تون مدينة الخروب كانت تابعة ليلة الفاتح من نوفمبر إلى المنطقة الثانية وفي دراستنا لخلفيات هذه الفتنة لا يمكن إخفال أحد أهم الأسباب الموضوعية لعملية الإختيالات وهو أن الثورة في البداية لا تملك نظاماً قضائياً واضحاً وليس لديها الوقت للتدقيق في كل قضية لذا وطعت بعض الأخطاء واستخدم الثوار بعض التهمة الخيانة والتجاوزات الأخلاقية واختلاص أموال الثورة الذراء لتصفية بعضهم البعض حيث يمكن القول أن تول من شيحان باشير وجبار عمر ذهب ضحية لمحاتمة عسفية عليها القادة من الأوراس أدت إلى إعدامهم في ظروف غامضة الأول في الرابع والعشرون أرتوبر 1955 ميلادي والثاني في الحادي عشر أفريل 1956 ميلادي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد